اشتركوا في القناة مرحبتين بكم جميعا يا رب تكونوا سعداء ومقبلين على الحياة الحلقة هذه مميزة لعدة أسباب أولا لأني لابس قرواطة على غير العادة لا وقرواطة اسموية تحديدا والسبب الآخر مميز أن الحلقة هذه حتعرض على صفحة دربيل صفحة دربيل مشها على صفحة مؤسسة تناصح زي العادة وبإذن الله الحلقات الجاية كلها حتعرض على صفحة دربيل ومحدش يسألني علاش الإدارة قررت هكي وأنام على الإدارة على طول الخط ما زال موضوع الانتخابات هو الموضوع المطروح على الساحة وهو اللي نستمر فيه حتى اليوم بإذن الله وبالك النقص شو دور الأمم المتحدة وقداش تحبنا ومهتمة بينا ولو كانها مش قناة الشيوخ التناصح هذه راني درت لكم قصيدة غزل في ستيفاني ويليامز وغيرها من الشاحبات قبل كل شي خلونا نشوف الفائزين معانا في مسابقة الحلقة الماضية وزي ما بديتوا تعرفوا وعندنا في كل حلقة لا تفائزين كل واحد منهم يحصل على رصيد 100 دينار من برنامج الشارع فرعي السؤال منتع الحلقة اللي فاتت كان هذا سؤال حلقتنا اليوم يقول هل تظنوا أن الانتخابات القادمة ستحلوا مشكلة ليبيا؟ اكتبوا لنا تعليق حلو اديروا لايك وشير للحلقة وممكن تربحوا معانا 100 دينار رصيد في الحلقة الجاية هذا سؤالنا اللي كان في الحلقة اللي فاتت والربحين معانا هم أنس السلامي اللي قال الانتخابات بوجود حفتر والمرتزقة في المنطقة الشرقية والجنوبية يعتبر عائق كبير للخروج بنتائج نزيهة ومشاركة المواطن بحرية في اختيار الأصلح وكذلك عدم وجود منافس للترشح يمكنه التنقل والدعاية لحملته بعكس المنطقة الغربية المنفتحة لشروط الانتخاب والدعاية وعليه أرى في حالة فوز أحد من الغرب مثل بيبة فإن حفتر والمصريين لن يرضوا بالنتائج عليه يمكن أن تحل مشكلة ليبيا في حالة خروج حفتر من المشهد فقط وهذا ما نتمنىه والله هذا نتمنه كلنا يا غالي الفائز الثاني معانا فراس طالب اللي قال الانتخابات القادمة ستحل مشكلة ليبيا إذا تم فيها الاتفاق على ثلاثة أشياء وهي مراجعة بيانات السجل المدني لأن هناك تزوير وإدخال بيانات من خارج البلاد ثانيا أن تتم الانتخابات على قاعدة دستورية ولا نأخذها من قرار البرلمان ولا من غيره ثالثا التأمين على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والتي يحكمها الأوباش والله أوباش ما أوباش توقع علينا خطاب كراهية ومعرقلين سميهم شركائنا في الوطن الحلوين اللي يدفلوا في الناس أحياء ويقتلوا في الأطفال الفائز الثالث تقوى الله اللهم اجعلنا جميع المتقين اللي تقول حتى نخرج البلاد لبر الأمان هو القضاء على كل من له يد في سفك الدماء والحرب وقتل الأبرياء والمقابر الجماعية والسجون التعسفية سواء اللي في داخل ليبيا أو المحرضين خارجها ورقم اثنين الاستفتاء على الدستور حتى يضمن حقوقنا ويحافظ على حرياتنا وقتها نبدل نقوله حان الآن الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أما غير ذلك فنحن مازلنا في نفس الوضع مبارك للفائزين الثلاثة وحيتواصلوا معاكم فريق البرنامج بإذن الله بعد الحلقة ولا غضو ولا هكي المهم حيتواصلوا معاكم ويبعثوا لكم الجوائز وخلوكم معنا لأن زي العادة عندنا سؤال في الحلقة جاوبوا عليه في التعليقات على صفحة دربيل طبعا زي ما قلنا يديروا لايك وشير للحلقة وممكن تفوزوا معنا برصيد 100 دينار مقدمة من برنامج الشارع فرعي في نهاية 2019 كتبت بوست عميق جدا زي كل المفكرين والعباقرة لكن للأسف ما حد أخداها على محمل جد واعتبروني ينبصر ونضحك زي العادة يا راجل حتى القناة قيتهم صنفين برنامجي هذا سياسي ساخر مع أنه ما فيه شي صخر يا بكل لكن واضح أنه ما حد يتفرج عليه وقسوها على برنامج سمافر ومتاع زمان على أية حال البوست العميق كان يقول السياسة هي المسافة بينمحها يا علي في الحديبية وأن لا تسجد للنجاشي حين سجد القوم لا عميق رسمي خلك مدين في حلقة اليوم ما زلنا بنحكو على الانتخابات زي الحلقة الماضية لكن خلونا ندري تشوفي مسألة تدخلات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وعلاقتهم بينا وقداش هم مهتمين باستقرارنا وقداش يحبونا وقداش السياسيين اللي بيين يعرفوا يسجدوا مع القوم وما يمحوهاش مع سيدنا علي للأسف هذا اللي صاير اللي صاير في بلادنا توى كل مبني على ملتقى الحوار السياسي متاع جينيف اللي دارتها الأمم المتحدة اللي بنوه بالمناسب عليه أنقاض الصخيرات متاع الأمم المتحدة برضو تعرفوا كيف جاء مؤتمر جينيف هذا جاء الأمم المتحدة اختاروا 75 شخص بعد مؤتمر برلين وقعدوا يديروهم في اجتماعات مرة في تونس ومرة في جينيف ليين طلعونا بمخرجات الملتقى اللي جابت بايبة والمنفي والانتخابات متاع السايح باهي شكون اختار الـ 75 شخص هادو باش يقرروا مصير ليبيا طبعا الأمم المتحدة تي وين الديمقراطية وين اختيار الشعب ستيفاني ويليامز على دوقها اختارت أشخاص يقرروا مصيرنا يعني من البداية الأمر مضحك علاش هاجر القايد والشاحبة ديكة شن اسمها أبوك عقيس علاش هم اللي يقرروا مصير ملايين الليبيين بعدين المخرجات اللي طلعت في جينيف هل التزموا بيها أصلا في هل بتجاوزات لاتفاقهم هم مبروحهم لكن شكون معدل علينا أصلا اتفقوا ان قانون الانتخابات يكون بالتوافق داروا قانون مفيش عليه توافق قالت لأم المتحدة يلا مبارك مبارك اللي درتوه باهي دقيقة يا ستيفاني مش اتفقنا ودرنا قوانين قاتلك يا رجل قوانين نقعوهم القوانين للغرب والناس اللي يحترموا فيهم لكن انتو قال لكم برناردين وليون من زمان مشكلتكم سياسية مش قانونية يقدر نازل يترشح الانتخابات في ألمانيا يقدر صحفي ينكر الهوليكوست ولا حتى يشكك في أرقامها تعرفوا ان انكال المحرقة اليهودية هذه مجرم في أكثر من 17 دولة في العالم لا وتجيك الحاجة وليامس تقول لك ان الحل ليبي ليبي ودور الأمم المتحدة يقتصر على الدعم والتسيير على مين يا طبرو انت اخترت الخمسة وسبعين هادو من البداية يا راجل الماني ديرو في إجراءاتي سموها إجراءات تنمية الشعور بالذنب الجماعي يعني نصب تذكارية نصب تذكارية هناك كتاب يصدر غادي أغنية ولا نشيد ولا حتى مسلسل وفيلم يقعد للأجيال القادمة يوريهم مخاطر النازية والظلم والمشاكل اللي عاشوها مش يسمحوا للمجرمين بالترشح في الانتخابات وكأنهم يقولوا للناس ما صار شيء وحبال سو طاحن في جينيل الدكتور محمد خليز الروق كتب بوست جميل جدا يوضح فيه الصورة العامة ويقول ان الديمقراطية اللي جزء منها الانتخابات فيها حاجات تانية راه غير الصندوق والأصوات ويعدد ثلاثة حاجات لازم تتوفر باش نلعبه ديمقراطية وصنضيق والحاجات هذه هي دستور يوضح نظام الحكم ويفصل الصلاحيات ويحدد مدد السلطة للمنتخبين لأنها من استداجة الحق أنك تنتخب ناس لا تعرف صلاحياتهم ولا قداش بيقعدوا ويذكر ثانيا فكرة سلطة الدولة وقوانينها النافذة على الجميع ما فيش شخص فوق القانون ولا إقليم يتمرد وما يخليش رئيس حكومة يخش للطراب الحامل والمسألة الثالثة هي عدم استعمال العنف في العملية السياسية يعني ما تقول ليش نلعب انتخابات ولو خصرت نجين شم بنت الزبدة وندمر عينزارة وخلت الفرجان ويختم الدكتور محمد بقوله إن هذا هبال والخواجات زي ما يسميهم هو يستهبلوا علينا ويشوفونا بنظرة دونية ويقول علينا مغفلين واللي يتفصل لهم يلبسوا وهذا تقريبا كلام أستاذ العلوم السياسية شارلز بلات بيرغ في كتابه من التعددية إلى السياسات الوطنية يقول تعريف الديمقراطية صعب لكن احنا يرغم إننا ما نقدرش نعرف الديمقراطية بالضبط نحن متفقون إن من أهم ركائز الديمقراطية التداول السلمي على السلطة وإن كل الناس سواسية قدام القانون وهذا طبعا مش صاير في بلادنا تقوى باهي لو صار تزوير في الانتخابات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حيعترضوا تلي يرضى لك بانتخابات في الأجوال الأمنية هذي مش هيهتم بالتزوير والنزاهة واضحة هذي باهي تخيلوا الانتخابات حرة ونزيهة ومتزورتش وارباحها دبيبة مثلا شون تتوقع ورد فعل حفتر هو واضحة تب يضاك الشيء اسمه خابي طلياني بتاع تيك توك واضحة حفتر زي ما نشوف فيكم حين ينقلب على الشرعية بالأحرى زي ما نشوف في الكاميرا لاني ما نشوفش فيكم يا في الواقع حفتر بينقلب ويقول ما صارش من الديمقراطية وانا اللي بنحكم هذا مش جديد راهو زمان كسروا المراكز الانتخابية في بنغازي ما فيش انتخابات يا حفتر يا بلاش وعمداء البلديات المنتخبين كلهم حولهم وعين جماعة من عنده لما يصير هذا شم بدير المجتمع الدولي والأمم المتحدة عندكم العرض في مصر السيسي انقلب على الشرعية وقتل الرئيس السابق محمد مرسي رحمة الله عليه وحرق الناس حرفيا في الشوارع والميادين بعدين المجنى مع الدولة يعترف به وتعامل معاه عادي جدا وترامب يقول عليه خليه هو قال اسوأ من هيك طبعا لكن بارك يقول هايكم الدكتور محمود كاملة وقبلها في الجزائر في 1991 لما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بقيادة عباس مدني رح نطلع عليه طلع الجيش في الجزائر وألغى الانتخابات وسجن عباس مدني كيف تربح الانتخابات وانت اسلامي الشيخ علي بالحاج اتصلوا به الجيش وقتها وقالوا يا تعالى التلفزيون واطلع على الهواء وبيّن رأي الجبهة ومسكين لي انه يؤمن ان الجيش يحمي الوطن واللي كلموه هم الجيش تصل به ضابط من الجيش بالمناسبة مشالي مقر الإذاعة والتلفزيون في الجزائر استقبلوه قويس وقالوا تفضل وجابو له كتيب اعتقلاته هو ومرافقيه وقعد سنوات في الحبس أضم 12 سنة علي بالحاج اللي يقول نحن لا نقبل أن يفصل الدين عن الدولة حتى تفصل أرواحنا عن أجسادنا ويقول أيضا البرلمان وسيلة بالنسبة إلينا وليس غاية إنما غايتنا تحقيق شرع الله وتبيهم يخلوه في الحكم المهم العسكر انقلبوا على الحكم في الجزائر والأمم المتحدة والمجتمع الدولي با عندهم مش مشكلة بكل بل فرانسا على الأرجح أيدت الانقلابيين وتقدروا تقروا كتب زي كتاب الحرب القذرة لحبيب السويدية ولا كتاب الإسلاميون والعسكر سنوات الدمي في الجزائر لمحمد سمراوي محمد سمراوي زمان ذكرت لكم كلمة جميلة بالكاتب المشهور علي شريعتي يقول إن جوهر التوحيد الإسلامي هو التحرر من الخضوع للآلهة المتعددة بما فيها الرموز والقادة وعندما قول جميلة يقول الاكتفاء بالبكاء على الحسين هذا ما يتمناه طغاة اليوم رد بالك تكون ثائر زي سيدنا الحسين وترفض الظلم لكن ابك عليه عادي المجتمع الدولي ديمة في فمه لبانة معاقبة المعرقلين وتيار التأزيم والمعرقلين طبعا هم الناس اللي يقولوا كيف هكي هذا مخالف القانون ولا هذا ضد مصلحة ليبيا يعني في 2019 كان عنا مؤتمر فغدامس والأمور باشي يلوز اللوز قبل أيام المؤتمر حفتر يهجم على طرابلس بأرتال دوحرة طبعا وركبة الحافلات بساقواتها البودرية لكن الفكرة ان حفتر ضرب بكل اتفاقاتهم عرضة عنف قتل مسماري ودار تحرك عسكري معرقل تياما معرقل هذا ناصف لأي جهود اتفاق والصواريخ طاحت على طرابلس ولما طاحت راهه قوتيريز اللي يشعر بالقلق كان موجود في طرابلس للأسف الأمم المتحدة ما كانش عندها أي رد فعل وقلكم عمويا تعرفوا تاريخ الأمم المتحدة الأسود في البوستنا مثلا لما جمعوا سلاح من المسلمين وسلموهم للصرب على طبق من خيانة لدرجة أن بانكيمون اعتذر على الجريمة هادي في ذكرى مجزرة سربرينيتشار شارلز تايلور واحد ليبيري مهبول في التسعينات دار أرتال وهجمع لعاصمة ليبيريا اقتل مئات الألاف وهجر قريب مليون وبعدين انسحب وما قدرش يوصل لمينروفيا العاصمة شموا الزبدة ورجعوا باهي شن دار تايلور المجرم هذا قالهم خلاص طب نلعب بانتخابات والأمم المتحدة جوا ليبيريا وقالوا عيب ألعبه جميع وخلوه يخش الانتخابات وأصلا مش حيربح وما تكونوش معرقلين وأكيد في أحزاب قالت أن يموت مع تايلور شهيد على فكرة في 2012 قررت لأم المتحدة أنها تحاكم وحبسوها عادي يعني لما جبوه رئيس وبهد للليبيريين بالمناسبة لهو اربح في الانتخابات وحكم سنوات بعد ما حكم وبهد للليبيريين وليبيريا قروا أنه مش كويس والمفروض ينحبس الغريب أني قريت في بعض الصفحات أنه بي بي سي دار ويقاءات مع الناس في الشارع فواحد قال تايلور هذا قتل بوي وأمي وأنا بننتخبه والناس استغربت التصرف هذا ما يحسبوش عندنا الأمر عادي وعندنا آلاف مشو حفاية شور الكيش وعين زارة وخلت الفرجان وماتوا وأهلهم ما زال ممكن ينتخبوا تايلور متاعنا على الفكرة تعرفوش كوي رئيس ليبيريا توى جورج ويا ما تقولوش ما تعرفوش جورج ويا تفرجتوش على الكورة ما تفرجتوش على الميلان كيف؟ المهم آلاف القتلة في ليبيريا والجزائر وغيرها والمجتمع الدولي مش فارقة معاه للأسف حتى عامة الناس لو حكم حفتر وقتلنا كلنا مش هيكون حدث كبير للعالم جورج حاوي يحكي عليه حرب لبنان في 82 يقول عندما يزداد القصف يزداد التحدي ويخيل لي أن العالم سيهتز إن بيروت تحترق إن قذيفة دخلت ملجأا في برج البراجنا فقاتلت 75 بريئا الآن العالم سيهتز فإذا بالعالم يهتم بأخبار كأس العالم في أسبانيا وفوز الجزائر على ألمانيا يحكي عليك 82 طبعا عبد الرحمن الكواكبي في كتابه الشهير طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد يقول إن الاستبداد هو أساس كل مشاكل أمتنا الخلل الديني والاقتصادي والأخلاقي والثقافي كله سببه الاستبداد فمن الغباء إنك تتخيل إن يجيك حاكم مستبد وبعد هذا تطمع في التطور والتقدم ولا حتى في صلاح وضعك أنت الشخص الاقتصادي ولا حتى الديني والأخلاقي على رأي الكواكبي الكاتب جوردين جراهام في كتابه Case Against the Democracy State قضية ضد الدولة الديمقراطية يقول إن فكرة الانتخابات فيها مشكلة مهمة إن المشاركين فيها ما عندهمش نفس مستوى الذكاء والوعي والخبرة وهذا يخلي الحكم آدافة أيدي عصبة من الجهلا وعدمي الخبرة حسب كلامه طبعا ومع هذا وفي نفس الكتاب جراهام يقول إن النظام هذا هو أفضل نظريات الحكم اللي يعرفها العالم على مر التاريخ وهذا يذكرنا بمقولة الشهيرة لمحمد إقبال الشاعر والفيلسوف الهندي رحمه الله اللي يقول الديمقراطية نظام تعد فيه الرؤوس ولا توزن وهذا تقريبا اللي قاله نواف القديمي في كتابه أشواق الحرية الكتاب اللي بناسبة قدم له أحمد الريسوني والشيخ الددو أثنو عليه يقول القديمي في فصل سماها الديمقراطية الحلم والديمقراطية الواقع يقول إن الديمقراطية فيها مشاكل والناس خاصة في المجتمعات حديثة العهد بالديمقراطية حيختاروا على أساس قبلي وجهوي لكن هذا كله يحتاج شوية وقت باش الناس يتعلموا يختاروا صح وهذا دورنا دور الإعلاميين والمثقفين إن يعلموا الناس يختاروا صح تعالوا نشوف المسابقة جماعة حفتر قالوا بنطلعوا 300 مرتزق من اللي حاربوا معنا يعني عيني عينك أشكرى ميدان شو معنى أشكرى ميدان نقولوا فيها كيو خلاص نخلوها هي السؤال متع المسابقة شكون يعرف شو معنى أشكرى ميدان لا لا نبصر عليكم السؤال متع المسابقة كيف المفروض النائب العام يتصرف بعد اعتراف جماعة حفتر باستجلاب المرتزقة يا ودي بتورطونا مع النائب العام والله تخلوها لحكاية أشكرى ميدان خير باي السؤال كيف المفروض يتصرف النائب العام بعد اعتراف جماعة حفتر باستجلاب المرتزقة اكتبوا لنا إجاباتكم في تعليق وزيلوا لايك وشير للحلقة وخلونا نذكروا أن الحلقة ستجدوها على صفحة دربيل مش على صفحة التناصح لايك وشير وإجابة وممكن تفوز معنا بمئة دينار رصيد لعل الترند الأهم هو بدأ إعلان الترشح للرئاسة وشفنا سيف القدافي وحفتر وعبدالله ناكر وحاتم الكور وغيرهم والديمقراطية طبعا تسمح بترشح تقريبا حاتم الكور بس لأنه مش مجرم يعني لكن المجرمين لا يحقوا لهم ترشح وتوى السؤال الموجه لسيف وأنصارة كيف صار في التمثيل تدجيل والديمقراطية المزيفة وديمقراطيتنا ديمقراطيتهم وجو الكتاب الأخضر وحصة الوعي الجماهيري وسبوع البراعم وخرجي المدرج الأخضر كلهم مشوز بلياته هكي بعدين سؤال صغير للأستاذ السايح عاد استغلال المقر المفوضية للدعاية الانتخابية مش عارف حقيقة أبصر شكون أهمس كاتب علمناهم الديمقراطية سبقونا على الانتخابات وبخصوص ترشح حفتر كيف صار في الفتح المبين ولا تراجع ولا استسلام وساعات الصفر وعطبك عليك مش عارف ديب يا ديب شوفرة بتاع المسماري وتجازة مطللة اللي قالت بتصلي العيد في بيدان الشهداء كلها طلع الدوة فاضية هكي وجيت تهز فراسك للانتخابات باهي ولي صغارهم ماتوا معاك مش مهمين أصلا مش صغارك أنت الأستاذ عبد الله ناكر قدمت إقرار الدم المالية وأعلنت كيف تغير وضعك المادي فجأة بعد فبراير المجيدة والفنان حاتم الكور ما عنديش عليه أي اعتراض حقيقة من حقه يترشح ومن حقي ننتخبه أو ما ننتخباش الأمر بالبساطة هادي وهذا مش موضوع الحقيقة الموضوع هو معركة الوعي كيف نخلو الناس تنتخب الأفضل الروائي الشهير كارلزافون يقول في رواية The Shadow of the Wind ظل الريح يقول لن يفنى العالم بسبب قنبلة نووية كما تقول الصحف بل بسبب الابتذال والإفراط في التفاهة التي ستحول الواقع إلى نكتة سخيفة يبدو لي للأسف هذا هو وقع نتوى نكتة سخيفة تصف على خير موسيقى 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 موسيقى